اهلا بكم الى العالم هذا المساء انا رشا قنديل هذه العنوين اردوغان يقول ان الجيش التركي بات على مقربة من مركز مدينة عفرين في شمال سوريا ما الذي حققته العملية العسكرية في عفرين حتى الان بعد اسبوعين على انطلاقها وما مستقبل الوجود التركي في الشمال السوري الحركة المدنية في مصر تعرب عن قلقها العميق من تحذير السيسي للمعارضة ما الذي كان يقصده الرئيس المصري وهل تلقى مخاوف الحركة صدر لدى الشارع المصري قبل انتخابات الشهر المقبل السلطات الايرانية تعتقل نحو ثلاثين سيدة في مناطق عدة من البلاد بعد اقدامهن على خلاء الحجاب هل تعبر هذه الحركة الاحتجاجية الجديدة عن رغبة سيدات المجتمع الايراني في التخلص من فرض الحجاب عليهم اهلا بكم مرة اسبوعين على انطلاق عملية غصن الزيتون التركية ضد الاكراد في عفرين بالشمال السوري عملية لم تحقق اهدافها حتى الان لكن الرئيس التركي قال اليوم ان قواته اصبحت على مقربة من مركز عفرين منظمة هيومن رايتس واتش نشرت تقريرا قالت فيه ان لديها شهادات عن اطلاق حرس الحدود الاطراك على الحدود مع سوريا النار على من يحاولون عبور الحدود الى تركيا هربا من القتال الدائري في عفرين وادلب صورة قاتمة للزاع الربما يطول امده وربما كذلك يتفاقم ليشمل اطرافا اخرى قد ينفذ صبرها على عدم استقرار هذه المنطقة التي كانت هادئة اصلا ما الذي حققته العملية العسكرية في عفرين حتى الان بعد اسبوعين على انطلاقها وما مستقبل الوجود التركي في الشمال السوري بعد قصف مكثف لهذه التلة الاستراتيجية المطلة على عفرين تمكنت القوات التركية من السلطرة على جبل برصايا الذي تقول انه اطلقت منه قدائف باتجاه بلدة كيلس القوات التركية والمعارض السورية المسلحة المتحالفة معها دخلت عفرين من عدة محاور لكنها لم تدفع حتى الان بقوات برية كبيرة وركزت بدلا من ذلك على سلاح الجو المدفعية الثقيلة لقصف مواقع يسيطر عليها مسلحون اكراد مع قرب دخول عملية غصن الزيتون التركية اسبوعها الثالث الا ان هذه العملية ظلت محدودة وذلك لاعتبارات كثيرة منها الميداني ومنها السياسي يحرص المسؤولون الاطراك على الاشادة بدور حلفائهم في المعارض السورية في هذه الحملة هي المعركة مخطط لها ان تسير ببطء واول شيء الحفاظ على الحياة المدنيين وعدم استخدام سياسة التدمير او الحرق او التهجير نقطة ثانية طبيعة المنطقة المعركة هي من اصعب المعارك التي يخوضها الجيش الحر والقوات التركية في هذه الاثناء تحدثت انباء من عفرين عن الاوضاع الانسانية الصعبة فيها وقالت متحدثة باسم المؤمن المتحدة ان اكثر من 15 الف شخص فروا من مركز عفرين باتجاه الاطراف هربا من القتال لكن اللافت هو غياب عمليات نزوح الجماعية باتجاه تركيا فهؤلاء اللاجئون على معبر كيلس وصلوا الى هنا منذ عدة سنوات واكدوا لبي بي سي انه لا يوجد قادمون جدد لهذا المخيم قرب المعبر وفي غاز انتاب اصطف عشرات اللاجئين السوريين ومعظمهم من حلب وريفها امام هذا المبنى للحصول على اعانات حكومية واشار عدد منهم الى وجود عقبات تحول دون وصول مزيد من اللاجئين الى تركيا وفيما يتواصل الجدل بين انقرة وواشنطن بعد كشف المسؤولين الاتراك عن نيتهم توسيع نطاق عملياتهم معارض صورا للقوات التركية الخاصة وهي تنفذ تدريبات عسكرية على حرب الشوارع فيما تحدث السياسيون الاتراك عن فتح جبهة ثانية في جيب منبيج الى الشرق الذي تقع فيه قاعدة امريكية تضم الفي جندي تقول واشنطن انهم هناك لتدريب التنظيمات الكردية التي تدعمها امريكا ضد تنظيم ما يسمى بالدولة الاسلامية وترى تركيا في هذه التنظيمات جزءا من حزب العمال الكردستاني المحظور الذي تعتبره انقرة خطرا على امنها القومي وتؤكد على انها مصممة على طرد التنظيمات الكردية شرق الفرات باتجاه الحدود الاراقية وطلبت الحكومة التركية من واشنطن سحب قواتها من هناك وجمع الاسلحة التي قدمتها للتنظيمات الكردية وهو ما ترفضه واشنطن حتى الان اسامي كرماوي بي بي سي حطاي نرسم مشهدا لشكل العملية في عفرين بعد أسبوعين على انطلاقها وناقش ضيوفي الليلة من اسطنبول المحلل السياسي لأستاذ يوسف كاتب أجلو أهلا وسهلا بحضرتك عبر خدمة سكايب من بخوم السيد نواف خليل مدير المركز الكردي للدراسات أهلا وسهلا بحضرتك ومن عمان اللواء دكتور فايز الدويري المحلل العسكري والخبير الاستراتيجي أهلا بكم جميعا سعادة لواء دكتور فايز في البداية لو نذكر بأهداف هذه العملية منذ أن بدأت ونطاقها الذي اتسع فيما بعد وقد مر عليها أسبوعين لو سمحت يا سيدة يعني عودة إلى تصريحات الرئيس أردوغان وتصريحات رئيس الوزراء ووزير الخارجي وغيره من المسؤولين الأكراد نجد أن هذه التصريحات بدأت تتسع شيئا فشيئا حتى تم الحديث عن تطهير كافة الحدود التركية السورية لغاية الحدود العراقية أي بمسافة 950 كيلومتر وبالتالي إذا نظرنا أو أردنا أن نجزئ العملية بمستوى الاستراتيجية العسكرية نقسمها إلى ثلاثة مراحل عملياتية المرحلة الأولى هي منطقة عفرين المرحلة الثانية منطقة منبج والمرحلة الثالثة ما شرق الفرات وقد تكون هذه العمليات إما متتالية كما هو حاليا أو قد تكون متداخلة أو متزامنة شيئا ما الآن المرحلة الثانية والثالثة نتحدث عن المرحلة الأولى عندما نتحدث عن المرحلة الأولى على المستوى العملياتي كذلك التصريحات السياسية هي التي تضبط الإيقاع العسكري الحديث عن منبج منطقة منبج مديرية منبج وليس مدينة منبج إذن الحديث عن 3850 كيلومتر مربع ثم كان الحديث الإضافة عن الدخول إلى عمق إدلب إذن نحن أمام عملية مركبة الآن تصريح النهائي للرئيس التركي يتحدث عن قرب الوصول إلى مركز عفرين لا بد أن هذا التصريح يستند إلى معلومات عسكرية واستخبارية قدمت له ولكن أنا كمحلل عسكري أقول لا يزال هذا الشيء بعيد إذا أخذنا الإنجازات التي حدثت خلال الأسبوعين الماضيين تم السيطرة على مجموعة من الجبال الاستراتيجية أهمها برصايا ودرمق وتمت سيطرة على بعض البلدات حوالي 19 هدف الآن هذه المساحات التي تم الدخول لها هي موزعة من الشمال الشرقي برصايا ثم من الشنكال من الشمال ثم منطقة جندريس من الغرب والسرياتل وتلة المرسيدس بينما الآن العمق الحقيقي في المنطقة أو مركز المنطقة الإدارية منبج لا تزال بعيدة هناك عقبات رئيسية منها ميدانية ومنها سياسية العقبات الميدانية تتمثل على المنطقة صعبة جدا من حيث الجغرافيا والطوبغرافيا وبالتالي على المسالك محددة إمكانية استغلال الأرض من قبل المدافع في نصب الكماء وغير ذلك وارد جدا وبالتالي هناك حذر متناهي من قبل القوات التركية وحلفائها في التقدم يضاف إلى ذلك هنا تم تسريب العديد من اليوتيوبات التي تبين حجم التعصينات سواء في برصايا أو غيرها وبالتالي بذل الأكراد جهد كبير جدا خلال العامين الماضيين من أجل إنشاء منظومة دفاعية لا أقول متكاملة ولكنها قوية تعيق تقدم القوات المهاجمة يضاف إلى ذلك أن المقاتلين الأكراد تاريخيا يقال لهم صديق واحد وهو الجبال أي بمعنى آخر يتقنوا الحرب الجبلية يضاف إلى ذلك الحذر التركي مرده الحفاظ على أرواح المدنيين أولا بس هذه قضية اسمحي حذرتك أن نرجعها لدقيقة بس لكي لا أتخطى نقاط العديدة التي حذرتك طرحتها والتي لها علاقة بصعوبات هذه العملية وأوجد النجاح فقط نقطة واحدة نقطة واحدة الآن تركيا حذرة جدا أن تكون هناك هنا تنفذ عملية خاطئة يسقط جراءها العشرات من المدنيين مما يعلب الموقف الإقليمي والموقف الدولي المتأهب وبالتالي يعيق تطوير العمليات في مراحلها الميدانية والعملياتية والواقع أن هناك تبادل في الاتهامات من جانب الطرفين فيما يتعلق بالحفاظ أو عدم الحفاظ على حياة المدنيين أستاذ يوسف لما تم الإعلان عن بدء هذه العملية وصفت بأنها خاطفة ونوعية وأنه لن يكون هناك مقاومة تذكر والواقع الآن بعد أسبوعين أنه ذلك لم يتحقق اليوم فقط يتحدث الرئيس التركي عن أن العملية اقتربت من مركز مدينة عفرين وقبل أن أدخل إلى هذه الجولة في العالم هذا المساء جاءتنا الأنباء عن مقتل خمسة من العسكريين الأطراق في عفرين وهذا يعني أن العملية صعبة مساء الخير تحياتي لك والضيفيك والأستاذ المشاهدين بداية نجب أن نكون واضحين لا توجد هناك عملية عسكرية بدون أن يكون هناك شهداء أو ضحايا هذه عملية عسكرية وليس نزهات وبالتالي تركيا تتوقع أن يكون هناك صدام وهذا الصدام وارد وتركيا ستقوم بما يلزم الآن 899 إرهابي تم تحييدهم وبالتالي مقابل ما يتم الآن القضاء عليه من إرهابيين طبعا سيكون هناك ضحايا وشهداء هذا واحد ثانيا أنا أسفل أستاذ يوزيز بس أنا لأنني اليوم قرأت في وسائل الأعلام ووكالات الأنباء التركية لفظة التحييد والتحييد يعني ماذا؟ القتل التحييد هو إما أن يكون القضاء عليه بشكل كامل القضاء عليه أو أن يكون هناك اعتقال أو تقييده أو ضبطه والقبض عليه المهم القضية هي ليست هنا القضية عندما نتكلم عن العامل الزمني العامل الزمني لم يتم إعطاء عامل الزمني من قبل تركيا رغم الضغط من بعض الدول الخاصة أمريكية أنها تريد أن تكون هذه العملية سريعة وخاطفة وهذا طبعا تم رفضه بالمطلق لا أحد يملي على تركيا كيف ستكون هذه العملية لا أمريكا ولا فرنسا العملية هي ستنتهي عندما يتم القضاء على آخر إرهابي مسلح يهدد الحدود التركية هذا ثانيا ثالثا يجب أن لا ننسى بأن من يتشدق الآن ويقول أنها يجب أن تكون عملية خاطفة وسريعة مثل أمريكا أن لا تنسى أنها متزال في العراق منذ عشرين عاما ومتزال في أفغانستان أكثر من خمسة وعشرين عاما المهم العملية هي تسير وفق منهج محدد وأساسيات من أهمها أن لا يكون هناك سياسة الأرض المحلوقة وأن لا يكون هناك ضحايا من المدنيين تركيا تراعي أن تكون هذه العملية فقط ضد من يحمل السلاح وهذا طبعا بحاجة إلى وقت وتنسيق وجمع معلومات استخباراتية والتأكد من صحة هذه المعلومات ثم القيام بالمهمات التي يلزم عملها وهذا ستستمر حتى انتهاء من المرحلة الأولى وأريد أن أعقب على كلام ضيفك السيد فايز من عمان بأن هذه العمليات هي لن تكون عملية واحدة ستكون على عدة عمليات عملية غسل الزيتون هي فقط محدودة بعفرين أما عملية بنبج فسيكون هناك ما يسمى مرحلة أخرى بإسم آخر وما بعد شرق الفرات ستكون بإسم آخر ومنحنة آخر الخطط لن تكون هي استمرارية بقدر أن هناك سيكون التأكد من أنه تم تطهيرها بالكامل واجتثاث كل من يحمل السلاح وليس فقط بالضرورة أن يكون كردي كردي داعشي من يحمل السلاح ويهدد الأمن للقوم التركي سيتم التعامل معه إلى الآن سقط أكثر من 93 قضيفة على المدن المتاخمة لتركيا تحديدا الريحانية وكلس سبع شهداء وتسعين جريح الخطر موجود والأسلحة النوعية الآن كشفها والآن هي بحوجة الجيش التركي لا أحد يستطيع أن يقنع تركيا بأن لا يوجد تهديد حقيقي على الحدود المشتركة لا أمريكا ولا فرنسا أستاذ يوسف سأنطلق مما قلت حضرتك بالمنطق الذي حضرتك تتحدث به أنه لكل عملية ينبغي أن يكون هناك ضحايا لأسأل سيد نواف خليل ما تعليقكم على ما استمعنا إليه الآن خصوصا أنه أيضا من الطرف الآخر وبالمناسبة من ذكر أن العملية ستكون خاطفة وسريعة ونوعية كانت ضيوف الأتراك معي في هذا البرنامج وليس الجانب الأمريكي فإذا سيد نواف خليل عملية مستمرة على الرغم من كل مجهودات الكردية ومتواصلة في مرحلتها الأولى لا تزال لكن تم الإفصاح عن مرحلة ثانية على الأقل من جانب ضيف اليوم ما تعقيبكم؟ بالتأكيد بساء الخير لك ولي ضيوفك ولمشاهدين قبل أن أجيب بالتأكيد يجب أن أعلق على ما قاله الضيفين لأن هناك ما يستحق التعليق معتقادي أي عملية نظيفة تقوم بها القوات التركية على الجانب الآخر من الحدود على أناس مدنيين في منطقة جغرافية كما تقول البي بي سي ومنشور في البي بي سي منطقة جغرافية لا تبلغ سوى 3850 كم مربع كان فيها 500 ألف نازح سوري وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان وهنا أنا ألجأ إلى مصادر غير كردية كي لا يتم إطلاق الأرقام والتشكيك فيها منطقة عفرين التي تضم 365 قرية وسبعة نواحي ومركز المدينة التي يتحدث عنها رئيس قوات الغزو التركية أردوغان حتى الآن ليست هناك منطقة واحدة دخلتها هذه القوات واحتلتها وتوقفت فيها الاشتباكات أسوق لك مثالا صغيرا ربما اللواء لا يعرف هذه القرى ربما قرأ عنها في الخراط لكن قرية حمام على الحدود التركية حتى الآن لم تستطع قوات الاحتلال التركية أن تدخلها رغم أنها حاولت مرارا متكرارا منطقة صغيرة وإمكانيات محدودة يواجهون ثاني أكبر قوة في حلف الشمال الأطلسي في حلف الناتو مع 25 ألف من مسلحي المعارضة الذين يقومون بدور الدليل للدليل ويتركون المناطق السورية الأخرى تتعرض لشتى أشكال الاعتداءات من قبل النظام السوري الدكتاتوري أين النصر في ذلك؟ طبعا إذا صدقنا وسائل الإعلام التركية فيجب أن نصدق أنها قالت أن هناك بين ثلاثة ألاف وخمسة ألاف من مقاتلي حزب الأممال الكردستاني وأن الجيش التركي قتل منهم سبعة ألاف تحدثوا عام ثلاثة إلى خمسة ألاف مقاتل وقتلوا في العلام أكثر من سبعة ألاف مقاتل يعني وسائل الإعلام التركية بالتأكيد لا يعتدوا بها وهي تتحدث كثيرا ولا تملك المصداقية خاصة إذا تعلق الأمر بالشأن الكردي إذن نحن نتحدث عن دولة تحاول أن تحتل منطقة أخرى دولة أقدمت على عمليات طالت عشرات المدنيين وفق المرصد السوري أيضا وفق العديد من وكالات أنباء العالمية وأخيرا لا أعلم كيف للضيف اللواء يتحدث عن عملية نظيفة والعالم بأسره شاهد قذارة العملية التي طالت مقاتلة كردية كتبت عنها البي بي سي أيضا وأقصد بارين كوباني التي مثل بجسدها لدرجة مع حساسية القصة سيد نواف إلا أن بي بي سي غطت القصة من مختلف جوانبها وكل طرف ينسب إلى الآخر ما وصف بأنه بروباجاندا الحرب نعم دعيني أقول لك الأبانة بس لأن الأمر لم يكن أن يغطى عليه اضطر الإتلاف اليوم أن يصدر بيانا ولأول مرة بهذه الطريقة أدانا فيه ما جرى في القرى التي دخلتها الجماعات المسلحة المسألة ما قيل أنه عملية انتحارية وأن ذلك ألحق ضرر بجسدها هل ترغبين الآن أن أفتح الفيديو وكيف يقومون بتصوير السيلفي وأحدهم يقول يا زلمة هي حلوة وهذا موضوع سيد نواف أنا مرة أخرى أقول لحضرتك على حساسية القصة ومع احترامي لضحيتها إلا أنه كل طرف يشير إلى الآخر باستخدام البروباجاندا فأنا لذلك أناقش التطورات العسكرية اليوم نعم طيب أريد من كلام حضرتك أيضا أن أتحول إلى دكتور فايزي دويري مرة أخرى أولا للتعقيب على ما ذكر دكتور فايز وثانيا لأنني أريد أن أتوقف عند القوات المقاتلة إلى جانب تركيا في هذه العملية سواء في مرحلة عفرين أو في العملية المرتقبة في إدلب يا سيدتي أنا عندما تحدثت عن ثلاثة مراحل على المستوى العملياتي هذا يعني أنها مراحل مستقلة من حيث القيادة والسيطرة والقوات المشاركة وهذا ينسج مع ما تحدث به ضيفك من تركيا إذن في السياق العملياتي ثلاثة مراحل الآن نحن نتحدث عن المرحلة العملياتي الأولى والتي لا بد من تجزئتها إلى مراحل على المستوى التكثيكي والتعبوي الآن ما تقدم به ضيفاكي يمكن الرد عليه لكن دون إسهار الإنجازات التي حدثت حتى هذه اللحظة لا يمكن إنكارها هناك إنجازات ليست بحجم التوقعات ومدى العمق الإختراق يختلف من مكان إلى آخر ولكنني أختلف حتى مع تصريح الرئيس التركي أنهم أصبحوا على مساف قريبة من مركز مدينة عفرين أنا أقول العملية في عفرين لوحدها كمديرية 365 قرية 3850 كم مربع ستمتد لأشهر حتى يتم السيطرة عليها أما الآن من حيث القوات المشاركة حسب التصريحات ولكن ما بين 20 إلى 25 ألف من قوات درع الفرات نعم ولكن دكتور فاهي اسمح لي بس أن أستوضح من حضرتك تفصيلا إذا ما قسمنا هذه القوات السورية المحسوبة على العملية التركية أجد مثلا لافت أن جيش سوريا الوطني غير مشارك مع أنه بدأ أن الإتلاف غير معارض للعملية لواء السلطان مراد وفرقة الحمزة وفيلق الشام وحركة نور الدين الزنكي مشاركة في عملية عفرين بينما أحرار الشام سقور الجبل الجبهة الشامية وجيش النصر مشاركون في عملية إدلب لماذا هذا التباين ولماذا ليس هناك مشاركة من جيش سوريا الوطني يا سيدتي أولا جيش سوريا الوطني هو عبارة عن اسم يعني دعينا من مسميات الفيلق الأول والفيلق الثاني وجيش كذا وجيش كذا في بعض الحالات يطلط لك كلمة فيلق على 200 مقاتل يعني تم تقزيم المصطلحات العسكرية لا يمكن تسحب المصطلحات العسكرية للجيوش النظامية على التنظيمات في الداخل السوري لكن عندما تثيري موضوع أحرار الشام أحرار الشام أصلا لم يكن موجودا في درع الفرات غير موجود في حلب الشمالي هو موجود في إدلب تم ابتلاعه أو ابتلاع معظم الأراضي التي يسيطر عليها من قبل الجولاني الآن هناك مطالبات للجولاني بإطلاق 14 ألف سجين موجودين في خمسة سجون في إدلب لصد هجوم قوات النظام إذن الصورة مربكة جدا التقاطعات يعني غير معقولة الآن هناك قوات بغض النظر السلطان مراد السلطان محمد الفاتح غيره هناك مجموع كلي ما بين 20 إلى 25 ألف مقاتل يقاتلوا تحت الأشراف التركي لكن رد على ضيفك الآخر عندما تحدث بأن ثاني جيش في حلف الناتو نعم ثاني جيش في حلف الناتو لكن هذا الجيش لم يدفع بكامل القوة في عملية عفرين هو دفع ب32 طائرة من أصل 700 طائرة هو دفع بلعبين قوات خاصة من أصل أكثر من نصف مليون جندي إذن تم استخدام حجم معين من القوة نعم على الرغم من ذلك دكتور فايز أستاذ يوسف على الرغم من ذلك وفي عدد الفيالق بين مزدوجين احتراما للتعبير العسكري المنضوية تحت اللواء التركي في هذه العملية سواء في عفرين منبج بعد ذلك أو في إدلب هل هناك ضمانة من جانب تركيا أن يقوم أحد هذه الفيالق بما ينافي قوانين الحرب التي حضرتك تقول أن تركيا حريصة عليها كي لا يتحول ما يوصف بأنه الضوء الأخضر للعملية إلى ضوء أصفر ضوء الانتظار أو إلى ضوء أحمر حتى من القوى الدولية يا سيدتي أنا أعتدر يا دكتور فايز السؤال هو للأستاذ أعتدر السؤال هو للأستاذ يوسف أعتدر من حضرتك تفضل أستاذ يوسف طبعا تركيا يا سيدتي تولي اهتماما كبيرا بموضوع المدنيين وأصلا ليس من عادة لا الجيش التركي ولا من ينضي تحت لوائه أن يكون هناك استهداف للمدنيين لا الثقافة ولا الدين ولا أي علاقة تستطيع أن تجيز أن يكون هناك استهداف للمدنيين الهدف الرئيسي هي المجموعات المسلحة وتحت المسلحة نضع أكثر من خط الإرهابية التي تريد أن تهدد الأمن القومي التركي وبالتالي الكل ينضبط وفق هذا الإطار تركيا إذا هي موجودة وإذا الجيش التركي هو موجود فهذا يفسر لماذا هناك بطء في العملية ورأينا قبل ذلك أيضا في موضوع درع الفرات عندما تم حصار الباب استغلقت أكثر من شهرين بسبب عدم استخدام سياسة الأرض المحروقة ليس كما يتم من قبل التحالف سواء في الموصل أو غيرها عندما تم استهداف المستشفيات والملاجئ والمناطق الأهل بالسكان بحجة أنها هناك مجموعات إرهابية تلك الآن يتم دراسة كل المعلومات الاستخباراتية ولا يتم السماح أن يكون هناك قصف عشوائي وإنما لأهداف محددة نعم ولكن أستاذ يوسف الله ترى معي أنه حتى لو كانت هناك عملية فردية أو عملية غير محسوبة يحرج ذلك المجتمع الدولي المفترض أنه معني بحقوق الإنسان لأنه رأينا في السابق أنه سوشيال ميديا وعملية واحدة وجود طفل غريق كردي واحد فتح ملفات عدة في سوريا لعدة أشهر وبالتالي لا يمكن التقليل من أهمية حتى عملية حتى لو وصفت من الجانب التركي بأنها فردية وبالتالي لا يمكن ضبط كل فرد بكل تأكيد يجب أن يكون هناك مراعاة لهذه الأمور الحملة العسكرية لجب أن لا تكون طبعا نتكلم عن حرب وهذه الحرب وهذه العملية العسكرية يجب مراعاة فيها هذا الجانب وتركيا طبعا ترى بأن على الجميع أن يكون صادقا في معلوماته وفي تحرياته لا تكون هناك فبركات إعلامية وأن لا يكون هناك كلام ملفق من أشرتة قديمة كاذبة ويتب إلساقها لفقط إعطاء رسائل معينة للمجتمع الدولي بأن هناك يتم تجاوزات أو أن هناك يتم جرائم بحق المدنيين هذا لا يتم السماح له واسمحي أن أقول لضيفك من بوخم عندما يقول بأن الإعلام التركي إعلام كاذب أو يعطي معلومات غير صحيحة ويقول تم قتل سبع آلاف من الأكراد ما أخي ما قال هذا الكلام أنا أريد أن أفهم ما قال هذا الكلام ما تم الإعلان عنه رسميا من قبل المؤسسة العسكرية التركية هو 899 وأنا ذكرته في بداية اللقاء هذا ما تم الإعلان عنه ربما جانب الآخر سيد نواف هل من تعقيب على ذلك يعني تركيا ولمؤسسة العسكرية أي معلومات تتلقفها مفهوم أو تكون من جهة أخرى بس هناك طرفين هناك طرفين في هذا النزاع وكل طرف له آلة إعلامية تأكيد وتوصف من جانب الطرف الآخر بأنها بروباجاندا سيد نواف لو سمحت من دون إظهار ولا صور ولا فيديو تخالف قواعد البي بي سي لأن الموضوع منشور بما يليق على موقعنا على أي حال لو سمحت أن ترد على هذه النقطة في إطار اتهمات من الجانب الآخر أيضا للمقاتلين الأكراد بارتكاب أفعال قد تكون مبرمجة أو قد تكون فردية أيضا تخالف قوانين الحرب وحقوق الإنسان لا بالتأكيد أنا لن أخالف القوانين ليس لأن البي بي سي تفرض ذلك بل القيم الأخلاقية لدينا أيضا تفرض ذلك بتأكيد أنا أحترم ذلك أستاذ نواف أشكرك هذا التقرير صادر عن هيومان رايت ووتش يعني اليوم وقد ذكرتموه حرس الحدود يطلقون النار على السوريين الهاربين ويصدونهم يعني أي معايير أخلاقية لدى الجيش التركي أنا أتحدث عن حزب العمال الكردستاني وليس عن عم جرافي عفرين يعني أنا أتحدث عن أكازيب العلام التركي الذي يتابعه منذ ثلاثة عقود يعني عمر الحرب الدائرة في شمال الكردستان وتركيا المسألة تتعلق بالتقارير التي تصدر عن المنظمات الدولية التقرير الصادر عن منظمة العفو الدولية في السادس عشر من ديسمبر 2015 يتحدث عن نزوع خمسمائة ألف كردي من شمال الكردستان في تركيا نتيجة الحرب التي خيضت ضد المدن الكردية هذه تقارير موجودة كما يقول الضيف لنضع الأمور في نصابها موجودة الآن في موقع منظمة العفو الدولية المسألة الأخرى يعني من الذي يهدد من في السابق كان الأطراق والمسؤولين الأطراق ومنظري حزب العدالة والتنمية يقولون أن عداهم يقتصر على حزبي العمال الكردستاني والاتحاد الديمقراطي لكن ما انظهر أن رئيس حزب الديمقراطي رئيس أقليم كردستان العراق السيد مشعور بارزاني الأقرب إلى تركيا والأوثق علاقاتا مع تركيا حينما أعلن عن النية في إعلان الاستفتاء هذه قضية مغيرة أستاذ نواف وإن كانت ذي صلة مع احترامي للصلة بين القصتين أنا مضطرة أن أتوقف هنا لكن على أي حال التقارير موجودة في كل مكان سواء في الإعلام التركي الكردي أو على مواقع المنظمات الأممية فشكرا لضيوفي جميعا وبالتأكيد هذا الموضوع لم ينتهي إلى هذا الحد سننقشه مرارا وتكرارا على الأقل حتى انتهاء العملية سيد نواف خليل مدير المركز الكردي للدراسات من بخوم أشكرك شكرا جزيلا اللواء دكتور فايز الدويري المحلل العسكرية والخبير الاستراتيجي أشكر حضرتك شكرا جزيلا من ضمن إلينا من عمان ومن أسطنبول المحلل السيسي لأساد يوسف كاتب أوغلو شكرا جزيلا لحضراتكم العالم هذا المساء متواصل معكم فيه أيضا الحركة المدنية في مصر تعرب عن قلقها العميق من تحذير السيسي للمعارضة السلطات الإيرانية تعتقل نحو 30 سيدة في مناطق عدة من البلاد بعد إقدامهن على خلع الحجاب ترجمة نانسي قنقر أهلا بكم مجددا قالت الحركة المدنية الديمقراطية المصرية التي تضم أحزابا وشخصيات معارضة إنها تشعر بعميق القلق من تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي التي تضمنت تحذيرا شديدا لهجة إلى كل من يتطلع إلى تحدي حكمه وفقا للحركة قالت الحركة المعارضة التي تضم ثمانية أحزاب ومائة وخمسين سياسيا وناشطا في بيانها إن أحزابا وشخصيات في الحركة تستشعر عميق القلق من بعض ما قد تحمله هذه التصريحات من دلالات وإشهارات أضافت أنه إذا كان المقصود من التصريح بأن ما حدث منذ سبع سنوات لن يتكرر هو ثورة الخامس والعشرين من يناير فإن هذه الثورة تمثل إحدى أكثر صفحات التاريخ المصري إشراقا على الرغم مما يقوم به البعض في الدوائر الرسمية وشبه الرسمية من تشويهها ورغم إداع شبابها في السجون جاء في البيان كذلك أن التفسير الوحيد الذي يمكن قبوله لهذا التصريح هو أن الممارسات الفاسدة واللاديمقراطية والمستبدة لنظام الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك التي أدت إلى اندلاع الثورة لن تتكرر على حد ما جاء في البيان تعالوا نناقش هذا البيان وردود الأفعال عليه من القاهرة ينضم إليه الأستاذ خالد داود رئيس حزب الدستور أهلا وسهلا بحضرتك أستاذ خالد ومن القاهرة الأستاذ محمد أبو حامد عضو مجلس النواب المصري أهلا وسهلا بحضراتكم أستاذ أبو حامد من قراءتي المبدئية للبيان أربعة نقاط مهمة إحداهما وربما ليست الأولى من حيث الأهمية إذا كنت تختلف مع ذلك أنه المقصود بالتصريح ثورة 25 من يناير لكن آراء أخرى أيضا من صف المعارضة المدنية رأى أنه ربما التصريح هو لقيادات الجيش مقصودا بذلك الفريق سامي عنان ما رأيك يعني أنا متهيأ لي قضية ثورة يناير وتقدرها واعتراف الدولة رسميا بها حسمت بالدستور المصري وأنا متهيأ لي أني لو كان فيه أي نية لدى أي جهة في مصر إلى يعني عدم تقدير ثورة يناير وأنها ثورة شعبية ما كان كتب في دباجة الدستور المصري هذا التقدير العميق للثورتين ثورة يناير وثورة 30 يوني وفي الحقيقة النظام الحالي بكافة مؤسساته هو من رحم ثورة يناير لأنه لو ما كانتشي ثورة يناير أظن أنه عدد كبير جدا من الأسماء والشخصيات سواء اللي موجودة في السلطة التنفيذية أو السلطة التشريعية أو اللي موجودة في الساحة السياسية بشكل عام ما كانتشي هتكون موجودة بهذه القوة وبهذا الزخم ولو الرئيس بيقصد شيء من الأمور التي كانت موجودة في السبع سنوات السابقة بالتأكيد هو يقصد حالة الفوضى وحالة اللا مؤسسية وحالة اللا دستور اللي ورد في بيان القوى المدنية بعض أمور توحي أنهم يرغبون في الزهاب لهذه النقطة زي مثلا ما يقولون أننا عايزين لجنة الانتخابات وهي لجنة قضائية أن تحل وكأنهم يريدوا أن يعيدوا الدولة إلى مرحلة اللا دستور فلو الرئيس يتكلم عن شيء هو يتكلم أنه حالة الفوضى حالة اللا دستورية أو اللا دستور حالة اللا مؤسسات التي كانت موجودة والتي قد يظن البعض أنها شيء مستصاغ بالنسبة له أن هذه الحالة لن تسمح الدولة المصرية وبشكل أساسي الشعب المصري أولا ثم المؤسسات المصرية بالعودة إليها لكن الأمر لا يتطرق بأي حال من الأحوال لا لثورة يناير ولا لتقدير ثورة يناير سيد خالد بما أن ثورة مذكورة في الدستور المصري في هذه النقطة لو سمحت أن تعاقب عليها وثانيا ليس هناك قياسا للرأي العام فالدعاء أي طرف أن يمتلك قوام أو مزاج الشعب المصري منفردا أعتقد في ذلك الكثير من المغالطة وفقا لي أن قطاع من الشعب المصري كبيرا أو صغيرا يرفض العودة إلى حالة توصف بأنها حالة فوضوية ما تعقيبكم توافقون ولا ترفضون؟ بداية نقدر كثيرا ذكر السيد النائب أبو حامد عن ثورة 25 يناير ولكن أعتقد أن التقييم الموضوعي وما يحدث على الأرض يخالف تماما ما يتحدث عنه من أن النظام الحالي يحترم ثورة 25 يناير هناك صورة شهيرة للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد ثورة 25 يناير محاطا بعدد كبير من شباب الثورة في ذلك الوقت والمؤسف جدا أن معظم هؤلاء الشباب إما داخل السجن الآن أو اضطروا إلى مغادرة مصر نتيجة لحالة الهجوم الشرس التي نشهدها على كل من ينتمي إلى ثورة 25 يناير أنا هنا أتكلم عن أمر واقع نشهده في الإعلام في زميل نائب للأستاذ أبو حامد الأستاذ مرتضى منصور رفض القسم على عضوية مجلس النواب لأنه يرفض الاعتراف بثورة 25 يناير فده أمر يعني أعتقد أننا واضح تماما للعيان أن النظام الحالي لا يمت لما كنا نتطلع له هؤلاء من شاركوا ومنهم الأستاذ أبو حامد في ثورة 25 يناير أنا بس كمان أستاذ الأشهد أسمحي لعقب سريعا أن يبدو أن الأستاذ أبو حامد بيخلط بين بيان الحركة المدنية الديمقراطية وبيان آخر صدر قبله بيومين وتضمن المطلب الذي أشار له بحل الهيئة الوطنية للانتخابات ده بيان وإحنا بيان آخر وإحنا بياننا بس ما بيتركزش على ثورة 25 يناير اللي إحنا بنأمل بالفعل أن يكون تفسير الرئيس هو نفس تفسير السيد النائب ولكن أيضا إحنا عربنا عن قلقنا الشديد من عدة جوانب أخرى في تصريحات الرئيس السيسي مثل ما بدأ أنه تكرار لمقولات عاهدناها في عهد الرئيس مبارك على مدى 30 عام أن البديل لسيادة الرئيس هو الفوضى وعدم الاستقرار ويعني هو ما تم شعور به من مضمون كلامه من نبرته الغاضبة أنه يعني دون استقرار مصر حياته وحياة الجيش لم يأحد يفهم لماذا هذا التصعيد أيضا حديث سيادته عن أنه يطالب تفويد جديد من الشعب المصري نفترض ونتمنى كحركة مدنية ديمقراطية تضم عدة أحزاب أن نعيش في دولة مؤسسات بالطبق الدستور المسائل لا تتطلب تفويد الرئيس لديه ما يكفي من قوانين لمكافحة الإرهاب أيضا وأخيرا قول الرئيس أنه ليس سياسي وأنه لا يتحدث كلام سياسة هذا أيضا يعني أحزاب سياسية كون الرئيس جمهورية ليس منصب سياسي هذا أمر أيضا بدأ مستغرب بعض الشيء وهذا ما عبرنا عنه في الباني نحن دعينا الشعب المصري لمقاطعة الانتخابات لأنه لا توجد انتخابات في مصر نحن مقبلون على استفتاء نحن عدنا إلى ما هو أسوأ من المربع صف ونحن فقط أن نعبر عن رأينا للشعب المصري بشكل سلمي تماما وهذه نقطة مهمة للغاية إلى جانب نقطة عدم تخصص السياسي أستاذ أبو حامد النقطتان بدأتها من جانب أطياف متعددة من المعارضة على أحسن تقدير نقاط غامضة أولا أن منصب الرئيس هو منصب سياسي بالأساس وممارسة العمل السياسي هالوب بهذا المنصب وثانيا أنه كما حضرتك استشهدت بالدستور الذي طبعا مفترض أنك حاميا له في البرلمان فالتعبير عن الاعتراض والتظاهر هو حق مكفول في الدستور مناهضة التعذيب حق مكفول في الدستور تعلم أن الحركة المدنية ترى إلى جانب منظمات حقوقية دولية أن هناك نسبة كبيرة من التعذيب في مصر ازدادت في السنوات الثلاث الأخيرة يعني خليني أبتدي كلامي بالتحية للأستاذ خالد وهو صديق عزيز يعني لكن في الحقيقة كلمات الرئيس ما كانتش موجهة بشكل مباشر لبيان بعينه وإنما بشكل واضح جدا الرئيس كان بيتكلم على أفكار وبيانه أو كلماته الحاسمة مش الغاضبة وإنما الحاسمة بترد على من يتبن هذه الأفكار اللي بتبنى أنه يعدنا إلى نقطة الفوضى الكلام أيضا عن أن الرئيس كان في صورة بجواره عدد من من شاركوا في صورة يناير حضرتك تعلمي أن صورة يناير وأظن الأستاذ خالد يعلم ذلك جيدا شارك فيها آلاف المصريين وكون أن هناك بعض العناصر اللي شاركت فيها الصورة كان هناك مخالفات معينة تحتم مسألتها فهو ظل حاصل لأن برضو كونك أنت شاركت في صورة هذا لا يعني أن أنت فوق القانون لأن الصورة كان من بين ما تدعو إليه واحترام القانون والعدالة ومن العدالة أن يخضع الجميع للقانون قضية أن الرئيس قال أنه من السياسي هو كان بيتكلم في إطار الحسم المطلوب في موجهة من أراد أن يضر أمن مصر وهذا كلام غير موجه لسياسيين ولا موجه لمعارضين وإنما هو كلام بالدرجة الأولى موجه لقوة شر تدعم الإرهاب في مصر وتريد أن تهدم أمن مصر فهو بلسان القائد الأعلى للقوات المسلحة يقول لهم إذا الأمر استدعى الحسم في مواجهتكم فتذكروا أني بالأساس لم أتي من خلفية سياسية وإنما أنا أمارس عمل سياسي الآن لكني آت من خلفية عسكرية بمعنى إذا استدعى الأمر موجهة قوة شر تريد أن تدعم الإرهاب أو تدرب أمن مصر فسوف تجد هذه القوة موجهة رجل عسكري أو كان عسكريا بالأساس إذا وجههم هيوجههم بالحسم اللازم وهذا كلام لا يحمل على أنه إساءة للسياسة لأن في الآخر كل من تصدى لمنصب عام هو يمارس سياسة وحضرتك ما تخرجيش الكلام عن سياقه كان بيتكلم عن مواجهة إرهاب كان بيتكلم عن قوة تريد أنها تسقط أمن مصر وأمن الشعب المصري ولما يقول دون ذلك أنا والجيش المصري فهذا دليل على أن الكلام غير موجه بأي حال من الأحوال للسياسيين لأن الجيش المصري ما بيواجهش السياسيين ولا بيواجه المعارضين الجيش المصري بيواجه الأعداء اللي بيستهدفوا أمن وسلامة الشعب المصري أستاذ خالد هل هذا خروج عن السياق؟ في وقت واضح أنه بين الكثير من الألفاظ النابية التي حاولت أن أستخلص منها نقدا موضوعيا كان هناك موجه بالأرقام إلى عدد من أعضاء الحركة المدنية بوصفهم كانوا مرشحين سابقين في انتخابات سابقة وأشيرة إلى أنهم لم يحصلوا على دعم شعبي يذكر وبالتالي المعارضة غير مسنودة من الشارع نعم أستاذ راشا نحن نتحدث بكل صراحة على مدى السنوات الأربع الماضية لا يبدأ الرئيس السيسي اهتمام بتنمية العملية السياسية والديمقراطية في مصر كما يبدي مثلا بقضية التنمية الاقتصادية وبالطبع قضية مكافحة الإرهاب لأنني أتفق مع الأستاذ أبو حامد أن كل المصريين تقريبا متفقين على ضرورة وأهمية مكافحة الإرهاب بس مرة تانية يا فندم لما عملنا ثورة 25 يناير بعد تجربة طويلة مريرة مع الرئيس مبارك الذي مكث في الحكم 30 عام كاملة من دون محاسبة أو رقابة أننا كانوا عندنا مؤسسات قادرة على مساءلة الرئيس ومحاسبة على ما يقوم به من تعهدات يعني لما سياد الرئيس يروح يبني قناة موازية على سبيل المثال بـ 8 مليار دولار من أموال الشعب المصري ويقول لنا أن هذا سيضاعف دخل قناة السويس خلال عدة سنوات أنا أتصور أن السياد النائب يروح يتساءل بعد عدة سنوات أين الزيادة في دخل قناة السويس على سبيل المثال عندما يتحدث السياد الرئيس عن أن مؤتمرات ستأتي لنا بمليارات الدولارات من الاستثمارات نتساءل أين هذه المليارات هل العاصمة الإدارية الجديدة هي أولوية أو ليست أولوية نحن كنا بنتكلم في بياننا فيما يتعلق بالانتخابات الرئاسية ونقول أننا كأحزاب بتعمل على أرض الواقع في مصر بتتعرض للحصار وتتعرض للحرمان من الإعلام أستاذ رشا نحن علشان البيان اللي طلع وهو بيان سياسي بامتياز تلاحقنا الآن للبلاغات ومحاولات لا تتوقف لتصورنا أننا أعداء للوطن بلاغ من محامي يطالب بمحاكمتنا أننا نريد أن نقلب نظام الحكم محامي آخر شهير بهذا النوع من القضايا اليوم ويطالب بمنعنا من السفر فبالتالي المسألة أعتقد تتجاوز موضوع الشعبية نحن عملنا ثورة مرة تانية عشان يكون عندنا تداول سلمي للسلطة كنا نأمل أننا لا نوصل للوضع الذي نحن فيه دلوقتي أن يبقى فيه الرئيس تقريبا عملية استفتاء أو تمديد فترة رئاسه وطلعنا البيان بهذا الصدد وأصدرنا موقف سياسي هل ده متعلق بشعبيتنا وعدم شعبيتنا أنا واثق في الشعب المصري أنه لديه ما يكفي من الوعي وكمان غير كده المسألة بسيطة فيه منافسة في الانتخابات الشعب سيروح للسناديق مفيش منافسة زي سنوات مبارك الناس بتقعد في البيت الموضوع ليس فيزياء نووية زي واحد زي واحد يسوي اتنين للأسف نحن نالواجه أجواء منافسة مرشق يظهر في اللحظات الأخيرة كل هذه هي الأمور التي نتحدث عنها وبغض النظر عن شعبيتنا وضعفنا التي لا نتحمل مسؤولياتها بمفردنا وبالتالي أستاذ أبو حامد على ذكر السياقات أستاذ خالد وربما الحركة المدنية وربما المعارضين من خارج الحركة يرون أنه ليس هناك سياق سياسي أصلا للتعددية في الانتخابات الرئاسية خصوصا بالتلويح بقضية التفويد مجددا أو تجديد التفويد وهذا أمر من جانب الحركة يوصف بأنه غير دستوري خلينا بس نحسم أمر أنه قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية الحالي القائم تكلم عن حالة وجود مرشح واحد ولم يسميها استفتاءا وإنما سماها انتخابات وقال أنه لابد أن يحصل على 5% من إجمال عدد الناخبين وإلا بيفتح باب الترشح تاني فأنا بكلمنا في إطار قانون واضح أن القانون لم يسمي وجود لنستجين الإجابة كاملة أنا بس ألو أنا متفق معي بقوله لماذا هوس بالبحث عن مرشح منافس الأول رئيس حزب الوحيد وبعد ذلك مستفى موسى فضل يا أستاذ أبو حامد أنا ما أعطيتش حضرتك طبعا أنا أحرم ذلك بس أيضا هذا سياقي يا أستاذ أبو حامد أنه من وجهة نظر المعارضة كان هناك بحث أمين يا فالقانون يا فندم فضل القانون يا فندم لم يسمي هذه الحالة استفتاءا رقم واحد رقم اثنين الرئيس لما بيتكلم عن أنه يعني إذا تريد أن أنا أطلب الشارع مرة تانية هو لم يقصد بذلك أنه يحكم بتعطيل دستور وإنما كما ذكرت حضرتك أصدقائنا في المعارضة سواء في الحركة المدنية أو غير الحركة المدنية لما بيطلعوا يلقوا بياناتهم بيتكلموا بإحاء أن هذه هي إرادة الشعب المصري فكأن الرئيس يقول للجميع إذا أردتم أن نستحضر إرادة الشعب المصري كما استحضرناها في 3-7-2013 وفي 26-7-2013 نحن على أتم استعداد لذلك وهو لم يطلب ذلك من الأساس الأمر الثاني قد يكون هناك بعض مشروعات وطبيعي جدا بما أنها مشروعات نتجت عن عقول بشرية أن تقبل تعدد الأراء أنا أرى أن قناة السويس الجديدة هي أمر عظيم وسوف يعود استراتيجيا على مصر بخير الأستاذ خالد يرى عكس ذلك ده أمر بشري عادي ممكن نختلف فيه فجهات النظر لكن هذا لا يعني أننا عشان أكون فيه حياة سياسية حقيقية أننا أتبنى وجهة نظر وإلا يبقى التعددية اللي هو بيطالب بيها كأنه هو نفسه بيستغربها الأمر الثاني الدولة المصرية إحنا كنا بنعيب قبل ثورة يناير أنه فيه رئيس بيدعم حزب سياسي اسمه الحزب الوطني وفيه دولة بتتدخل فيه الأحزاب بتجيها أموال على أن تصنع أحزاب كارتونية وفي الحقيقة الدولة مش مطالبة أن تتدخل في الأحزاب فعليا نحن عندنا 104 حزب وفعليا المجال والسحة مفتوحة أنا بس أسأل سؤال واحد كانت أين هذه القيادات العظيمة اللي كانت موجودة في بيان الحركة المدنية أو غيره من البيانات طول الأربع سنين اللي فاتوا هو إحنا طبيعي أننا ما نشوفهمش لوقت الانتخابات بس هو إحنا طبيعي أننا ما نسمعش صوتهم أستاذ أبو حامد لأنه إذا انطلقنا في هذا النقاش هذا نقاش صحيح لكنه نقاش طويل أستاذ خالد بيقول كنا موجودين إذا سمحتم لي سأتوقف عند هذه النقطة لنتابع برنامج العالم هذا المساء لكن هذا النقاش طبعا لم يغلق أستاذ محمد أبو حامد عضو مجلس النواب المصري من القاهرة أشكر حضرتك شكرا جزيلا وامتنى للأستاذ خالد داود رئيس حزب الدستور من القاهرة أيضا شكرا جزيلا لحضراتكما ما انتهدأ الأوضاع الداخلية في إيران حتى تعاود الاشتعال مرة أخرى إذا اعتقلت السلطات الإيرانية نحو ثلاثين سيدة على أيدي عناصر الشرطة بسبب كشفهن رؤوسهن في مكان عام احتجاجا على قانون يفرض عليهن ارتداء غطاء الرأس إقدام بعض الإيرانيات على خلع الحجاب بدأ كموجة للتعبير عن تضامن مع ما باتت تعرف بفتاة شارع انقلاب التي اعتقلتها السلطات مؤخرا على خلفية خلعها غطاء الرأس احتجاجا على محاولة فرض ارتدائه على سيدات في البلاد هل يشعل الحجاب في ايران موجة جديدة من الاحتجاجات على خطة ويدا موحد التي خلعت حجابها علنا في شارع انقلاب وسط العاصمة طهران في الثامن عشر من ديسمبر كانون أول الماضي احتجاجا على قانون فرض ارتداء الحجاب في الجمهورية الإسلامية الإيرانية صارت عشرات الإيرانيات خلال الأيام الماضية وعلى خطة معتقليما باتت تعرف بفتاة شارع انقلاب تلك أقدمت الشرطة الإيرانية على اعتقال مزيد من هؤلاء النسوى اللوات عبرنا عن رفضهن للقانون بخلعهن الحجاب في أكثر من مدينة ومحافظة إيرانية وكالة تسنيم الإخبارية الإيرانية نقلت عن الشرطة القول إن النساء اعتقلن بسبب زعزعة الأمن العام القانون ليس بجديد فقد جرى تطبيقه في أعقاب اندلاع الثورة الإسلامية الإيرانية عام 1979 أما الجديد فلا ربما كانت تساهل النسبة بتطبيقه خلال الفترة الماضية أو لا ربما تحدي عدد متزايد من الإيرانيات له والتعبير عن رفضهن له علنا عبر خلع الحجاب لا بل رفعه على عصي والتلويح به في الساحات والميادين العامة في إشارة تحدي واضحة حملة خلع الحجاب لم تقتصر فقط على مدينة أو محافظة بعينها بل امتدت لتشمل العاصمة طهران وغيرها من مدن وبلدات البلاد مثل عبدان وأصفهان ورشد وابو شهر وشيراز الحملة التي بدأتها فتاة في الحادي وثلاثين من العمر لم تقتصر على الفتيات والشابات فقط بل شملت نساء من كافة العمار بمن فيهن المسنات كما انضم إلى الحملة رجال داعمون لحراك النساء الرافضات للحجاب القصري السلطات الإيرانية تقول إنها ماضية بتطبيق قانون قديم هو من عمر الثورة الإسلامية في البلاد وهو جزء لا يتجزأ من ثقافتها وعاداتها وتقاليدها وأعرافها في الستوديو تنضم إلي سيدة ليلى جزائري مديرة جمعية الإيرانيات البريطانيات بالمملكة المتحدة الناشطة بما يعرف بالمجلس الوطني الإيراني للمقاومة سيدة ليلى أهلا وسهلا بحضرتك النائب العام الإيراني قال إن هذه الاحتجاجات هي عن سيدات خلعنا الحجاب ووصف التصرف بإنه تصرف تافه بسيطة بسيطة البرسيطة الإيران تقالية الإيرانية تقالية تقالية الإيرانية تقالية أولا دعني أقول أن هذه الاعتقالات هي من أجل الاعتقالات جزء من الثورة الإيرانية فقد قامت حملة ضد الحجاب والنقاب وهذا جزء من الصحوة الإيرانية التي بدأت منذ نحو شهر وأعتقد أنها ستستمر حتى خلع هذا النظام الحكم إن النساء في مقدمة الثورة الإيرانية فقد رأينا في عام 2009 هذه الثورة ولأنهن لعبنا دورا رئيسيا في هذه الثورة فإن نظام الحكم ثائر عليهم وهذه الاعتقالات جزء من حملة كبرى للاعتقالات شملة ثمانية آلاف امرأة وما زلنا بالسجن وقتلنا 53 منهم بعض خمسة منهم تحت أثار التعذيب لكن هو أيضا قال أنه هناك قدر من الجهل والتحريض وواضح أن هناك أكثر من إشارة في أكثر من خطوة في الحراك المدني خصوصا حركة السيدات الأخيرة بنزع غطاء الرأس على أنه عدم أو يعني تصرف جاء بوحي من قوة تحريضية من خارج إيران أي دكتاتور يقول هذا ومنهم النظام الإيراني أيضا فقد وصفوا هذه الصحوة أنها بسبب تدخل أجنبي وقد قرر نظام الحكم هذه المقولة ووصفها بأنها أهمال شغب حرد عليها أشخاص أجانب ولكن نعلم جميعا أن هذه الثورة هي من وحي الأمة الإيرانية فقد يحكم هذا النظام تسعة وثلاثين عاما تشمل القامع وقامع نساء لقد مللنا النساء من هذا النظام الحكم وطلبنا حريتهن وقد رأينا أن المجلس الوطني الإيراني طالب من أتحاد أوروبي أنه حان وقت التغيير وعلى المجتمع الدولي أن يسمع صوت الإيرانيين خصوصا سيدات الإيرانيات فعلى المجتمع الدولي أتأكد من اتخاذ الإجراءات الملائمة لإطلاق صراحة كل الإيرانيين والإيرانيات من سجناء الرائح فلا بد من الحفاظ على حرية التجمع وحرية الجمهور اللافت سواء من جانب المنظمات الحقوقية النسوية من المجتمع الدولي من المجتمع الدولي من المجتمع الدولي أمام اللافتين أو في إيران هناك أسأل المجتمع الدولي بين المنظمات في إيران إذا كانت تساؤل أو المنظمات من المنظمات هناك تساؤل إذا كان الإصلاحيين والمحافظين أحدهم يدعم حركات المرأة الاستقلالية إن واضح أنه بوضع كلاهما يتصرف بنفس طريق Well, the uprising itself and the chanting of people in the streets showed that there is no longer about this faction or that faction of the regime. There are so-called reformists against prisoners and conservatives. It does not exist anymore. They are both sides of the same world. People are chanting in the streets of Iran. Death to Rouhani, death to Khamanai in the Supreme Registry, death to Mani Faqih. They want the authority of the people to go. Yes, maybe in 2009, it was the most functional dispute of the uprising. It was triggered by that. But nothing is surprising. This is an uprising that was eradicated to the brutality of this machine. Rouhani is part of parcel of this issue. They said themselves, if we say this to Rouhani, the Rouhani side said, if we say that, if the Rouhanian government is collapsed, then they would focus on the Supreme Leader. فقالوا أنهم سيركزون على المرشد الأعلى. طيب. ما أعتقال هؤلاء السيدات والإفراج عنهن بكفالة كيف ترين هذه الحركة after arresting them and then conditionally releasing them? Where do you see this movement going? The movement of those women taken off the veils. Where do you see this going after arresting them and then conditionally releasing them? مرة أخرى كما قلت فأن مريم رجبي طالبت اليوم بإطلاق صراح هذه النساء بدون شرط وهذا يبين أن النساء لم يعودن يخفن من نظام الحكم في إيران. فقد رأينا أمرأة تبلغ من العمر 60 عاماً تقريباً قد خلعت هجابها وقالت للأخريات تعالوا واخلعنا هجاب وكننا معي. فأنا سأواجه هذا النظام الإجرامي. فعليكنا الاندمام إليه. لا تخفن. فعلينا الاستمرار حتى سقوط هذا النظام. فليس لدينا ما نخسر. فقد خسرنا كل شيء. سيد علي الجزائري مديرة جمعية الإيرانيات البريطانيات بالمملكة المتحدة والناشطة السياسية والحقوقية. أشكر حضرتك شكراً جزيلاً. شكراً جزيلاً. في وقت باتت التكنولوجيا تحيط بنا من كل جانب وتوجد بكثرة في مختلف جوانب الحياة. قرر رجل نوسي لابتعاد عن الحياة التقنية والعيش في غابة نائية مع أبسط الوسائل التقنية نسيم رمضان. زار هذا الرجل وتعرف أكثر على بعض جوانب حياته الجديدة المثيرة. في بلد يشتهر بابتكاراته الكثيرة وتقنياته المتطورة. قررت البحث عن ضيف مختلف. هجرت تكنولوجيا وأراد العيش بعيداً عن صخب المدينة. في غابة تبعد حوالي 90 كيلومتر عن موسكو. هذا هو ضيفي. أول ملفة انتباهي في منزل يوري هو وجود الألواح الشمسية على السطح. الألواح الشمسية هي أسلوب الحياة العصري للحصول على الطاقة. وهي شيء مهم جداً لي هنا. أحتاج إليها لشحن هاتف النقال والحصول على الطاقة لعدة أمور ولحياتي. منزل يوري المتواضع هو عبارة عن حفرة كبيرة يعيش فيها مع أرنبته باتروشكا. حياتي مقسمة إلى جزئين. الأول بيولوجي حيث أحتاج إلى الطعام والمسكن. والثاني الحياة المرتبطة بوسائل التواصل الاجتماعي. من خلال الإنترنت الذي يعتبره مرآة للعالم. وبوابة أتواصل من خلالها مع المحيط الخارجي. بالرغم من قرار يوري الابتعاد عن الحياة العصرية وتقنياتها. إلا أنه لم يتمكن من الانفصال تماماً عن قناته على يوتيوب. أهم ما حدث لي هذا العام هو إنشاء قناتي الخاصة على يوتيوب. أضع على هذه القناة معلومات عن حياة اليومية وكيفية قضايا وقاتي هنا في الغابة. وبعض الحكم التي يؤمن بها. فصل الشتاء هو الأكثر تحدياً ليوري وباتروشكا. حيث يكون على أتم الاستعداد لتلك الثلوج التي تغطي منزله لأشهر كثيرة. نعم في الشتاء تكون الأوضاع صعبة هنا. النهار قصير جداً والثلوج تغطي الألواح الشمسية. لذلك أعتمد على هذا المولد الكهرباء الصغير الذي يحتاج فقط إلى حوالي 60 لتر من الوقود سنوياً. حياة يوري في هذا المكان بدأت كنوع من الهروب أو التغيير عن نمط حياة المدينة. لكن الآن أصبحت بمثابة مشروع. لديه هدف أن يظهر بأن الحاجة هي أم الاختراع. وأنه يمكن العيش بأبسط الوسائل الممكنة. نسيم رمضان بي بي سي موسكو من موسكو إلى لندن من هنا نشكر حضراتكم على طيب المتابعة. غداً ألقاكم السادسة بتوقيت جلونيش حتى ذلك الحين. أبقوا في أمان الله.